أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه في حال أقدام تل أبيب على الهجوم على رفاح الفلسطينية فإن ذلك سيسبب مشكلات مع مصر التي يحرص على العلاقات معها وعلى المساعدة التي تقدمها وخلال مقابلتنا مع شبكة CNN شدد بايدن على أن بلاده ستوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل حال أمر رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو باكتياح مدينة رفاح الفلسطينية إذا اكتاحت إسرائيل رفح الفلسطينية فإن ذلك سيسبب مشاكل مع مصر التي نحرص على العلاقات معها وعلى المساعدة التي تقدمها وقد أوضحت لنتنياهو ومجلس الحرب أنه لن يحصل على دعمنا إذا اكتاح المناطق السكنية في رفح الفلسطينية